تقرير الصادم عن صاحبة الشركة المشتبه بتصنيعها أجهزة البجر المتفجرة في لبنان فقد قادت تحقيقات في الانفجارات التي هزت لبنان الأسبوع الماضي إلى عدد من الشركات والأفراد في شبكة تمتد بين التايوان في آسيا والمجر في أوروبا الشرقية وتدل العلامة التجارية الموجودة على أجهزة اتصالات البجر التي انفجرت في لبنان على أن هذه الأجهزة من تصنيع شركة جولد أبولو ومقرها التايوان لكن الشركة التايوانية تنكر أي صلالها بالهجمات قائلة إنها حصلت على رخصة تصنيع هذه الأجهزة من شركة بي اي سي كونستل تينج ومقرها العاصمة المجرية بودابست وأكدت الشركة التايوانية أن نظيرتها المجرية هي المسؤولة عن تصنيع وتصميم أجهزة البجر وبدورها قالت الحكومة المجرية أن شركة بي اي سي كونستل تينج هي مجرد وسيط تجاري وأنه لا يوجد لها موقع تصنيعي في المجر فيما فتحت السلطات تحقيقا يتعلق بشركة نورتاج لوبا ومقرها في العاصمة البلغارية الصوفية وقبل الذهاب إلى الصوفية وفي خضم البحث عن مسؤول يقف وراء تفجيرات لبنان التي قتلت سبع وثلاثون شخصا على الأقل على مدى يومين بحسب السلطات اللبنانية بارزا اسم كريستيانو بارسوني وهي الرئيسة التنفيذية لشركة بي اي سي كونستل تينج المجرية فمن هي هذه المرأة؟ وهي الموظفة الوحيدة والرئيسة التنفيذية للشركة بحسب السجلات الرسمية المجرية تعد كريستيانا بارسوني أرسيديا كونو هي الموظفة الوحيدة والرئيسة التنفيذية لشركة بي اي سي كونستل تينج المسجلة بدورها في عام عشرين اثنين وعشرين وثم التكهنات بأن اسم الشركة يشير إلى الأحرف اللاتينية التلاتة الأولى من اسم كريستيانا بارسوني أرسيديا كونو ويمكن القول أن كريستيانا البالغة من العمر تسعة وأربعون عاما ذات خلفية معقدة فهي تحمل الجنسيتين الإيطالية والمجرية وشغلت العديد من المناصب دون أن تستقر في أي منها وذلك وفق سيرتها الذاتية عبر موقع لينكت إن فتارة تعرف كريستيانا عن نفسها بأنها مستشارة استراتيجية ومطورة أعمال وتارة أخرى هي خبيرة تقييم في مشروعات تمويلية تقدمها المفوضية الأوروبية وتارة ثالثة هي متدربة في الهيئة الدولية للطاقة الذرية ولا ترد كريستيانا على طلبات للتعليق ولكن بعد الكشف عن علاقة بين شركتها وأجهزة البجر تحدثت أخيرا إلى شبكة NBC News الأمريكية قائلة أنا لا أصنع أجهزة البجر أنا مجرد وسيط أظن أنكم أخطأتم الفهم ثم لم تظهر بعد ذلك مطلقا ولكن وفي يوم الجمعة قالت بياتريكس وهي والدة كريستيانا أن الأخيرة تلقت تهديدات مجهولة وأنها في الوقت الراهن في مكان آمن تحت حماية المخابرات المجرية ونوهت الأم إلى وكالات الأنباء إلى أن المخابرات المجرية نصحتها بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام ولم تعلق المخابرات المجرية على الأمر كما لم يتسنى التأكد من حقيقة مزاعم الأم بخصوص هذه الحماية وأضافت بياتريكس أن ابنتها غير متورطة بأي شكل من الأشكال وأنها كانت مجرد وسيط وأن الأجهزة لم تمر عبر بودوبست وقالت الأم أن ابنتها ولدت في جزيرة سقلية بإيطاليا وأنها درست في جامعة قطانيا قبل الحصول على درجة الدكتوراه في كلية لندن الجامعية وأضافت بياتريكس أن ابنتها عملت في العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة النمسوية في ينا قبل الانتقال في عام 2016 إلى العاصمة المجرية حيث أسست شركة بي اي سي كونسلتينج وهناك ثمت أشخاص قالوا إنهم تعاملوا مع كريستيانا وهؤلاء يصفونها بأنها شخصية غامضة قد تظهر لفترة من الوقت في مكان ما ثم تغادر ورغم حصولها على الدكتوراه في العلوم اختارت كريستيانا العمل في المجال الإنساني في كل من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وذلك بحسب تقارير وفي بودبست قال عدد من الناس إنهم لم يروا كريستيانا منذ بداية العام الجاري وإنها كانت مهتمة بالرسم والسفر وأشاروا إلى أنها لم تكن تتحدث اللغة الهنجارية بطلاقة فيما أفادت تقارير بأن كريستيانا تتحدث سبع لغات وبحسب وكالة رويترز للأنباء شهدت لوحات رسوم عارية على حوائط منزل كريستيانا في بودبست كما تشير التقارير إلى أنها كانت ترتاد أحد النواد الفنية في العاصمة المجرية لكنها انقطعت عن زيارته في العامين الأخيرين أما الموقع الإلكتروني لشركة بي إي سي كونسلتينج فقد أغلق هو الآخر في يوم الأربعاء أي اليوم الثاني من الانفجارات ولكن قبل أن يغلق الموقع كان يشير إلى أنه متخصص في شؤون البيئة والتنمية فضلا عن الشؤون الدولية ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مسؤولين استخباراتيين القول أن شركة بي إي سي كانت تواجهة للاستخبارات الإسرائيلية على أنه من غير المعلوم ما إذا كان هناك أي اتصال سابق من جانب الشركة المجرية بإسرائيل ترجمة نانسي قنقر